طبعاً عملية تثبيت نظام التشغيل ويندوز من المهام الأساسية لأي حد بيشتغل في المجال التقن بس في بعض الأحيان بيكون في عقبات زي عدم وجود فلاشة أو أنك تكون مستعجل وعايز تنفذ العملية بأكبر سرعة ممكنة هنا بيجي دور أداة اسمها DISM مدمجة في نظام ويندوز هتسهل علينا العملية دي بشكل كبير جداً خليكم معي أهلاً وسهلاً بيكم برحب بيكم في فيديو بديد أنا محمد غراب وخلينا نبتدي بشكل مباشر أول حاجة لازم تعرفوا أن الطريقة مناسبة أنك تنفذها على ويندوز 10 أو ويندوز 11 تمام ولازم يكون متوفر عندك ملف الايسو الخاص بنظام الويندوز سواء برضو ويندوز 10 أو ويندوز 11 أول حاجة هنعملها ندوس رايت كليك على نسخة الايسو ونختار مونت بعد ما يتعمل مونت هنروح للفولدر سورسز وبعد كده هنيجي نرتب الملفات حسب الحجم هيظهر معنا هنا أكبر ملف حجمه 6 جيدة تقريباً اللي هو الانستول دوت وين ناخد ملف ده كابي وبعد كده نروح على درايف تاني يكون غير درايف لسي اللي عليه النظام اللي احنا هننزل عليه الويندوز الجديد هنعمل نيو فولدر في أي مكان هنا ونسميه ولياكن وين 11 للتسهيل عشان نقدر بس نوصله لاحقاً وبعد كده نعمل بيست بعد كده هنحتاج نروح للبيئة الخاصة بالـ Advanced Options بتاعة نظام الويندوز هنروح على قيمة Start وبعد كده نجيب البور بس قبل ما نعمل رسترة للجهاز هنضغط على زر Shift باستمراره من لوحة المفاتيح وبعد كده نختار Start بعد ما تفتح معنا القيمة الخاصة بالـ Advanced Options هنروح لـ Troubleshoot وبعد كده نختار Advanced Options وبعد كده نفتح Command Prompt بعد كده نختار اليوزر الخاص بالنظام وبعد كده لو فيه بس ورد بنحطه مفيش بس ورد بنضغط على Continue بشكل مباشر وبعد كده بيفتح معنا الـ Command Prompt زي ما احنا شايفين تمام؟ خلينا نعمل زوم قليلاً كده عشان نشوف الدنيا فاق ايه؟ بعد كده نكتب Notepad تمام؟ هتفتح معنا النوت باد بالطريقة دي هنيجي من قيمة File هنختار Open وبعد كده نضغط على الـ SBC هنلاحظ حاجة بقى مهمة جداً ان الـ Drive بتعداتة بقى على الـ Drive C زي ما احنا شايفين وده ملف الـ Install.Wim لو عملنا هنا All Files هنلاقي Install.Wim تمام؟ وحنلاحظ كمان ان الـ Drive اللي عليه الـ Windows بقى Drive LD ده اللي عليه الـ Windows القديم احنا طبعاً نتأكدنا من وجود ملف الـ Install.Wim فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل فورمات للـ Drive اللي عليه الـ Windows القديم هنضغط عليه Write Click ونختار Format تمام؟ ونتأكد اللي احنا مختارين Quick Format ونحط label للـ Drive وليكن Windows علشان نقدر نميزه لاحقاً وبعد كده نقوله Start وبعد كده نقوله OK كده احنا عملنا فورمات للـ Drive اللي احنا هننزل عليه الـ Windows طيب هندوس Cancel ونقفل النوت Bad وبعد كده هنكتب C علشان نروح للـ Drive اللي عليه ملف الـ Install.Wim وبعد كده هنكتب C دي احنا كلنا عاملينه في فولدر اسمه Windows 11 كده احنا بنا وقفين في المصار اللي هو Windows 11 نكتب DIR علشان نتأكد ان الملف موجود الملف الموجود زي ما احنا شايفين هنا بالشكل ده احنا عايزين نعرف النسخة اللي احنا عايزين نسبتها سواء كانت Home أو Pro أو Education فهندخل الامر اللي احنا شايفينه ده اللي هو DISM مسافة GetImageInfo مسافة طبعاً تقدروا توصلوا للأعوامر دي من خلال سندوق الوصف بعد كده هندوس Enter بعد تنفيذ الامر هزهر لنا النسخ المدمجة في ملف الـ Install.Wim احنا محتاجين نسبت النسخة للـ Windows 11 Pro ورقم الـ Index بتاعه هو 6 بعد كده هننفذ الامر التالي لكن هنعدله بما يتناسب مع الـ أخرف اللي موجودة عندنا على الجهاز في الحالة بتاعتي الملف اللي هو الـ Install.Wim ده موجود في Drive C والـ Index 6 ده رقم النسخة اللي انا عايز اعمل لها اللي هي الـ Windows 11 Pro تمام وعندي الـ Apply Diar ده انا عايز انزله على الـ Drive D اللي احنا عملنا له فرمات من شوية وبعد كده هنراجع نتأكد اللي احنا خطينا هنا مصار الملف اللي install.Wim الكامل واخترنا الـ Index بتاع نوعية الـ Windows اللي احنا عايزين نسبته وفي نفس الوقت حطينا الـ Drive اللي احنا حنثبت عليه الـ Windows هنا وبعد كده هندوس على Enter وهتبتدي الـ أداة الخاصة بـ DISM بعمل Upline للـ Image على الـ Drive دي زي ما احنا اخترنا في الأمر هننتظر العملية دي بتاخد أقل من ديئة بالضبط بتاخد يعني حوالي من 10 إلى 15 ثانية بعد ما العملية تكمل 100% واظهار لك ان هي completed successfully هنحتاجي ان احنا نضبط ملف الأقلاع فهنكتب الامر بي سي دي بوت تمام وبعد كده نكتب الـ Drive اللي احنا نزلنا عليه الـ Windows نقطتين فوق بعض و الـ Backslash بعد كده نكتب Windows تمام وبعد كده ندوس على Enter لحد ما يظهر لنا successfully created او الـ Boot Files successfully created تمام كده احنا انتهينا فهنقفل command prompt هنا وبعد كده هنا هتلاحظ ان هو بيقول لنا continue to Windows 11 لو اخدت بالكم انا بدأت على Windows 10 وعملت له فرمات تمام فهنضغط على Windows اللي احنا نعمل continue او نكمل Windows 11 وبعد كده تظهر لنا مراحلة اللي هي الـ OOBE الخاصة بالتثبيت بتاع Windows او استكمال التثبيت بتاع نظام Windows فهنعدي الموضوع بسرعة لشان نخاطر وقت الفيديو تمامي بقى احنا كده ثبتنا نظام Windows بدون استردام في العشة وفي نفس الوقت بسرعة كبيرة جدا وبس كده هنا امتهى الفيديو اتمنى ان هو يكون اعجابكم لو استفدتم من الفيديو ياريت تضغطوا على زر لايك وكمان اشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشاركينه مهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل عشان يوصلكم اشعار لما يكون في فيديو جديد دعموكم بالضغط على زر الشوكرا او سوبرا سانكس هيكون محلة ادير كبيرة نشافكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة